السلام عليكم هل تعلم أن الاستماع مهم جدا في رحلة اكتسابك للغة الإنجليزية؟ هو أمر يصاحبك من بداية الطريق حتى نهايته لكن نوعية المواد التي تستمع إليها تختلف من مرحلة إلى مرحلة حين تصل إلى المستوى المتوسط يصبح الاستماع مهم جدا ويجب أن لا يقل عن ساعة يوميا حينها يجب أن تستمع للمواد العادية الغير تعليمية ويفضل كثيرا أن تستمع للمواد التي تناسب اهتماماتك وتشبع شغفك حتى تستمتع فتستمر سأدلك اليوم على خمسة أشخاص يتحدثون الإنجليزية في قنواتهم في اليوتيوب هي قنوات إسلامية ودعوية تنشر الخطب والمواعظ والدروس قد يكون هذا المحتوى أنسب من غيره لأنه يتميز بالكلام الواضح والهادئ ولأنهم يتحدثون عن أمور دعوية وإسلامية مما تعرف أنت في الواقع فيسهل عليك الفهم الشيخ عبد الرحمن غرين هو بريطاني اعتنق الإسلام في شبابه له الكثير من البرامج التلفزيونية والأنشطة الدعوية له قناة يوتيوب ينشر فيها بشكل دوري ستجد فيها لقاءات وحوارات وبعض الفلوكات واليوميات يتميز بظله الخفيف وشخصيته المريحة سيعجبك حديثه وستدمن مشاهدة مقاطعه يمكن أن تبدأ رحلتك معه عبر مشاهدة قصة إسلامه والتي نشرت في قناة الحوار الشيخ عبد الرحمن مكارثي هو من الدعاة الإسلاميين الأمريكيين اعتنق الإسلام في بداية شبابه ثم سافر إلى السعودية لطلب العلم الشرعي ينشر في قناته العديد من المقاطع باللغة الإنجليزية وأحيانا بالعربية يتميز حديثه وكلامه بالوضوح والهدوء هو باحث ومهتم بالأديان من بريطانيا ينشر في قناته بشكل يومي ستجد كل يوم مقطع جديد إما لقاءات أو حوارات أو كلمات قصيرة أو أجزاء من قراءات في بعض الكتب الإسلامية كمال صالح صاحب قناة تاك إسلام هو شاب مسلم من أستراليا نشر في قناته الكثير من المقاطع والأفلام القصيرة يتميز بالإبداع في المحتوى والإخراج يمكن التعرف عليه أكثر بمشاهدة المقابلة التي أجراها معه الأخ حازم الصديق في قناته أخيرا لو كنت تعرف مشايخ ودعا آخرين يتحدثون بالإنجليزية وينشرون بشكل مستمر في قنواتهم فدلنا عليها واكتبها في مربع التعليقات شكرا على المشاهدة ونلتقي على خير